بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان العدد المشتق بيانياً للسنة الثانية والثالثة ثانوي رقم واحد أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبة تسيير واختصاد لأنه فيديو رائع حيث قال رسمنا في الشكل الموالي المنحنيين CF وCG CF هو الذي باللون الأحر والCG هو الذي باللون الأزرق الممثلين للدالتين F وج معرفتين وقابلتين الاشتقاق على المجال من ناقص 2 إلى 3 وبعض مماستها في النقاط المبينة في الشكل المقابل عندنا A عندنا B عندنا C عندنا D عندنا F قال واحد أحسب الأعداد المشتقة التالية F فتحة لناقص 1 وG فتحة لناقص 1 وF فتحة ل2 وG فتحة ل2 وF زائد G فتحة لناقص 1 وF في G فتحة ل2 و1 على F فتحة لناقص 1 وF على G فتحة ل2 ثم ثانيا قال من أجل كل X من المجال مجال من الصفر إلى ال2 نضع A لX يسعين F ل2X ناقص 1 قال أحسب X فتحة ل0 وX فتحة ل3 على 2 إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على هذا السؤال قال قلنا أحسب الأعداد المشتقة التالية ننطلق أولا نقول حساب الأعداد المشتقة التالية إذن ننطلق بأول عدد المشتقة الذي هو ماذا؟ الذي هو F إذن ماذا؟ F فتحة لناقص 1 F فتحة لناقص 1 معناه لو ننزل إلى هنا ها هي النقطة A فاصلتها كم؟ إذن هذه النقطة A فاصلتها كم؟ إنها نقص 1 نقول هكذا F فتحة لواحد هو معامل توجيه المماس لمنحنة CF عند النقطة من هي النقطة؟ النقطة A التي حدثتها كم؟ إذا أتينا لاحظوا ناقص 1 مع ماذا؟ مع إثنان إذن ناقص 1 مع إثنان كم يساوي؟ نقول F فتحة لناقص 1 قاعد يساوي السفر لأن المماس عند A يكون كيف هو؟ أفوقيا هذا هو الجواب إذن لاحظوا أبنائي إذا كان المماس أفوقيا هكذا أفوقيا في نقطة معينة من منحنة فاعلموا أن العدد المشتق يكون يساوي السفر هذه قاعدة أرجوكم إحفاظها إذن العدد المشتق عند الجبل والحفرة سوف نشرح إذا كان عندنا منحنة هكذا إذا قلنا هكذا إذن العدد المشتق هنا سفر وهنا سفر غير ذلك لا نعدم حتى نفهم جيدا إذن قلنا نقول F فتحة لناقص 1 يساوي السفر لأن المماس عند النقطة A يكون أفقيا معناه معامل توجيه كم يكون؟ يكون سفر هذه إحفاظها إذن تذكروا أن نقلنا F لأننا سوف نحتاج هذه القيم F فتحة لناقص 1 تساوي كم؟ تساوي السفر نأتي الآن لمن؟ لجي فتحة لناقص 1 دققوا إذن جي فتحة لناقص 1 نأتي الآن إلى النقطة هذه أليس هي النقطة B؟ نعم فاصلتها كم؟ إنها ناقص 1 وترتيبها أكيد إنه ناقص 1 الآن نقول هكذا نقول جي فتحة لناقص 1 هو معامل توجيه المماس من هو المماس الذي يشمل النقطتين؟ دقيقوا أبني لها هو المماس المماس إذا سميناه B D هذا المماس في النقطة نقول في النقطة كم B التي إحداثيها انظروا ناقص 1 مع ناقص 1 إذن ناقص 1 مع ناقص 1 الآن لمن؟ للمنحنة الذي اسمه C G إذن أعيد هذا جي فتحة لناقص 1 هو معامل توجيه هذا المماس الذي هو B D في النقطة ماذا؟ في النقطة B نحن نعلم أن معامل توجيه كيف يحسب بهذه الطريقة أصبحنا F F1 G نعتذر جي فتحة لناقص 1 يحسب لنا فرق التراتيب على فرق الفواصل اقرأوا هنا كيف كتبت B D النهاية نقص البداية أولا عندنا النقطة D إحداثيها كم انظروا X ها هو وهو 2 والإجراج أنزلوا هنا على محور الفواصل على محور التراتيب كم تجدوا 0 فنكتب هنا هكذا هذه الترتيبة هنا والفاصلة تكتب هنا إذن نقول هكذا لاحظوا 02 ناقص ناقص إحداثيات البي لأن النهاية ناقص البداية مثل ما تعلمون تصبح لنا ناقص ناقص واحد وهو هذا ناقص واحد وهذا نجلبه إلى هنا تصبح لنا كم تصبح لنا ناقص هكذا واحد فرق التراتيب على فرق الفواصل فتصبح لنا هذا الناقص مع هذا تصبح لنا واحد على وهذا الناقص مع هذا تصبح لنا إثنان زائد واحد التي هي واحد على ثلاثة إذن صبحنا G فتحة لناقص واحد إنها واحد على ثلاثة أرجو قد فهمتم إذن أعيد وأكرر إذن G فتحة لناقص واحد هو معامل توجيه المماس بيدي كيف يحسب؟ يحسب فرق الترتيب على فرق الفواصل هذا فيما يخص هذا بعدها نأتي كذلك إلى F فتحة لمن؟ لناقل إثنان دقيقوا أرجوكم إذن قلنا F فتحة لإثنان معناه يوجد لنا كذلك ها هو المماس يا أبنائي لأن المنحنة الأحمر هو الذي يمثل لنا نقطة CF إذن هنا إذن ماذا نقول؟ نقول F فتحة لإثنان هو معامل كذلك توجيه المماس من هو المماس الذي هنا؟ نعلمه ها هو أمامكم هو F F D عند ماذا؟ عند النقطة التي اسمها D إحداثيها إثنان مع صفر وعندنا النقطة F المعروف عليها أن الـ X انظروا صفر أما الإجلاق فها هو هنا إثنان إذن صفر مع إثنان وتصبح لنا هكذا F فتحة لإثنان يوسى يقولنا F D يعني النهاية نقص البداية نأتي إلى هذه قلت نضعها في هذا الموضع وهذا في هذا الموضع فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا الصفر والإثنان ناقص ناقص هذا نضعه هنا قلت وهذا نضعه هنا حتى تفهموا جيدا فرق التراتيب على فرق الفواصل تصبح لنا ناقص إثنان على إثنان وتسعي لنا وتسعي لنا ناقص واحد إذن نكتب هنا F فتحة لإثنان ليسعي لنا ناقص واحد بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى G فتحة كذلك لإثنان إذن عندنا G فتحة لإثنان G فتحة لإثنان معناه ها هو الممس أن الجلة هو منحناها الذي باللون الأزرق نقول هو معامل توجيه الممس عند النقطة من النقطة C إحداثية انظروا إثنان مع إثنان إذن إثنان إثنان والمار B النقطة ذات الإحداثيات ذات الإحداثيات ركزوا جيدا ها هي النقطة الأخرى كم إنها النقطة ها هي حتى تفهموا جيدا ها هي النقطة التي إحداثيها الصفر مع واحد فما علينا إلا أن نضع هنا G فتحة لمن لإثنان تساوي ونضع خط هكذا نحن نقرأ هكذا إذن نهاية نقص البداية النهاية اللي هي C إثنان إثنان ناقص ناقص إحداثيات هذه النقطة نأتي بها قلنا هذا هو الذي يضع في البسط وهذا يوضع في المقام إذن لأن هذا إقلق والآخر X فتصبح لكم هكذا نصبح لنا واحد على ماذا على إثنان فتصبح لنا G فتحة لإثنان تساوي لنا واحد على إثنان فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا نأتي كذلك إلى الأمور الأخرى إذا نلاحظ أرجو قد فهمتم الآن كيف تم إيجاد هذه القيمة أما القيمة هذه ومأشئة التي بقيت كلها تقريب قيم استنتاجية تابعوا جيدا نأتي بعدها أبناء إلى هذه لاحظوا جيدا إذن هنا الأمر بسيط عندنا F زائد G فتحة لمن لناقص واحد مشتقة دل مجموعة دلتين يساوي مشتقة الأولى زائد مشتقة ثانية معنا تصبح لنا F لناقص واحد زائد G فتحة لمن لناقص واحد ويساوي الـ F فتحة ها هي نضعها هنا و G فتحة ها هي نضعها هنا لاحظتم تصبح لنا كام تصبح لنا صفرة زائد واحد على ثلاثة ويساوي لناقص واحد على ثلاثة فقط نأتي بعدها أبنائي كذلك إلى ماذا إلى F في G فتحة لإثنان لاحظوا جيدا وركزوا عندنا نحن عندنا جداء دلتين ماذا يقول قائدة تقول F في G مشتقة وماذا يساوي مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول هذا هو المعروف في الأول إذن تعالوا نطبق هنا F في G فتحة لمن لإثنان يساوي مشتقة الأول يعني F فتحة لإثنان في G لإثنان إذن مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني معناها G فتحة لإثنان في الأول في F لإثنان تصبح لنا تساوي F2 إنها كم إنها ناقص 1 في G2 G2 صورتها كم إنها 2 في 2 زائد G2 لمن G2 ها هي أمكم إنها نصف 1 على 2 في F2 F2 ها هي إنها كم إنها سفرة وتساوي لنا كم ناقص 2 أرجو قد فهمتم لم أفعل شيء أبنائي F2 ها هي في G2 G2 إنها كم إنها 2 زائد G2 G2 ها هي أمامكم نصف في F2 هذه هنا نصبطها كم تعطينا تعطينا سفرة فتصبح لنا كم تصبح لنا تساوي لنا ناقص 2 إذن هذه تساوي ناقص 2 أرجوكم انتبهوا إذن قلت تساوي لنا كم ناقص 2 نأتي الآن إلى مشتق المقلوب إما أن نطبق عليه مشتق المقلوب نطبق عليه مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع لكن هنا يمكن أن نستعمل مباشرة أن نحن نعلم إذا كانت عندنا دالة مكتوبة على شكل واحد على F فمشتقها ماذا يساوي لنا يساوي لنا ماذا يساوي لنا F فتحة على F بالناقص هذا هو الشيء لكن سوف نضع بالقانون العام حتى لا تختار دعلكم أمركم إذا قلنا E على V يساوي لنا مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع تعالوا نطبقها تتفهموا جيدا تساوينا واحد على F فتحة لناقص واحد يساوي نضع هكذا مشتق البسط معناه مشتق هذا كم إنه صفر يعني الواحد مشتقه صفر مشتق الأول في الثاني في F لي ماذا لناقص واحد ناقص مشتق الثاني اللي هو F فتحة لناقص واحد في الأول هكذا في واحد على المقام مربع اللي هو F لمن F لناقص واحد الكل مربع إذن الكل مربع الآن نأتي إلى هذا صفر في هذه القيمة أكيد تذهب إلى صفر تصبح لنا تساوي ماذا هكذا مثلما ذكرت في الأول صبح لنا هذا لما يضرب في هذا الجزء صبح لنا ناقص F فتحة لناقص واحد على F لناقص واحد لكن هكذا الكل مربع يساوي هذه أين قيمتها ها هي أمامكم إنها كم إنها ناقص صفر على F لناقص واحد انظروا F لناقص واحد إنها صورتها إنها الاثنان إذن الاثنان مربع تصبح لنا صفر على أربعة اللي هي صفر أرجو قد فهمتم لأن هذه ها هي صورتها إنها الاثنان لما تربع تصبح لنا أربعة فقط أبنائي نأتي بعدها إلى المثال الآخر اللي هو F على G فتحة لاثنان إذن مثلما ذكرنا في الأول تصبح لنا F على G فتحة مشتق البسطي في المقام ونصبح لنا هكذا F فتحة لاثنان مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع مثلما ذكرت القانون السابق U على V قلت إنه مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع مطبق عليه نفس الحالة الآن تصبح لنا تساوي نضع خط الكسر هكذا F فتح لإثنان إنها ناقص واحد في G لإثنان G لإثنان ها هي انظروا إنها إثنان في إثنان ناقص G فتح لإثنان وهي G فتح لإثنان وهي واحد على إثنان مشتقي المقام في البسط F لإثنان F لإثنان ها هي إنها كم إنها صفر على G لإثنان مربع G لإثنان مربع الاثنان ها هو صورته كم ها هي إثنان تصبح لنا إنها إثنان الكل مربع تصبح لنا هذا أكيد يذهب إلى الصفر تصبح لنا ناقص إثنان على ماذا على أربعة وتستوينا ناقص واحد على إثنان إذن هذه القيمة هنا العدد المشتقي لهذه النسبة عند الإثنان إنه ناقص واحد على إثنان فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى الجزء الثاني قال ثانيا من أجل كل X من المجال من الصفر إلى إثنان نضع أحساب لإثنان إكس ناقص واحد قال أحسب هي مركب لدالتين عفوا F دائرة حيث هذه الدالة هي تلك الدالة التألفية التي عبارتها 2X ناقص واحد معناه هذه الدالة H هي الدالة التألفية مدبوعة بالدالة F الآن ما هو قانون مشتقى مركب دالتين عندنا F فتحة لX تفعلنا ماذا تفعلنا F ركزوا جيدا لهكذا 2X لكن نضع هنا رمز المشتقى مركب دالتين ماذا تقول القاعدة عليه تقول مشتقى الذي بالداخل هنا كم مشتقى 2X ناقص واحد إنه 2 في مشتقى التي بالخارج هذا يعني A فتحة ل2X ناقص واحد مشتق جداء مشتق مركب دالتين اسمعوا يعني مشتقى دالة في بطن الدالة يصنع مشتقى التي بالداخل يعني مشتقى هذه 2X ناقص واحد في مشتقى التي في الخارج لكن البنت تبقى في بطن أمها يعني هذه 2X ناقص واحد نسميها البنت مشتقى التي بالداخل في مشتقى التي بالخارج لكن 2X ناقص واحد تبقى محافظة تعالوا الآن وطبق أصبحنا 10 فتحة لمن لصفر يساوي يساوي أنه 2 في F فتحة لـ 2 في صفر ناقص واحد يعني هنا نعوذ بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر ما أصبحنا 2 في F فتحة لـ 2 في صفر ناقص واحد التي تساوي لنا بطبيعها 2 في F فتحة هذا أكيد يذهب إلى الصفر F فتحة لناقص واحد وتساوي لنا 2 في F فتحة لناقص واحد F فتحة لناقص واحد ها هي أمامكم إنها كم؟ إنها صفر فتساوي لنا صفر العدد المشتق للدالة F فتحة عند الصفر إنه صفر إنه صفر نأتي الآن إلى F فتحة لـ 3 على 2 يساوي نطبق هنا كذلك بهذا القاعدة نصبح لنا 2 في F فتحة لمن لـ 2 في 3 على 2 ناقص واحد هكذا يعني نعوذ في مكان X هنا بـ 3 على 2 وهنا 3 على 2 فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن نصبح لنا 2 في F فتحة أولا هذا مع هذا يذهب نصبح لنا F فتحة لـ 3 ناقص واحد وتساوي لنا 2 في F فتحة لـ 2 F فتحة لـ 2 ها هي قيمتها إنها ناقص كم إنها ناقص واحد نصبح لنا 2 في ناقص واحد ويساوي لنا الناقص 2 هذا هو العدد المشتق عند ماذا؟ عند الناقص عند الثلاثة على اثنان للدالة أرش فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته